اشتركوا في القناة توجه كل من الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب الى من بريهما في مواجهة ساخنة وصفها مراقبون بالتاريخية فهي قد تشكل بحسبهم منعطفا في انتخابات 2024 الرئاسية خلال ساعة ونصف من الزمن حاول المرشحان اظهار قوتهما السياسية وتمكنهما من مختلف القضايا المثيرة للجدل في الولايات المتحدة بدءا بالملفات الداخلية مثل الاجهاد وطريقة ادارة الاقتصاد ومشكل الهجرة وصولا الى القضايا الخارجية وعلى رأسها الحرب في اوكرانيا والحرب الاسرائيلية في غزة قضايا احتدم اثناء مناقشتها خلاف المرشحان وسط تبادل حاد للانتقادات والاتهامات واحيانا ملاسنات وصلت حد السخرية بحسب قراءات المحللين فقد بدى بايدن مترددا ومشوشا وتعثر في الحديث اكثر من مرة ما جعله يفشل في طمأنة مخاوف الناخبين حول تأثير سنه على ادائه السياسية في حين اعتمد ترامب اسلوب الهجوم والادعاء على خلفه كان التدخم في ادنى مستوياته في عهد ترامب اثمان الغاز والمواد الغذائية واسعار العقار كانت منخفضة حينما كان ما يزال رئيسا للبلاد انا قلق للغاية احد المرشحان يواجه اربعة وثلاثين تهمة ولا ينبغي السماح له حتى بصعود المسرح ناهيكان التراشح للرئاسيات ثم لدينا رئيس اخر مستمر في تجهول العديد من المطالب والمخاوف المجتمعية وهو اليوم يحتاج الى اصواتنا بحسب مراقبين فان هذه المناظرة ستساهم بشكل كبير في تشكل القناعة الانتخابية للمواطن الامريكي وهو ما سيمنح استطلاعات الرأي المقبلة اهمية كبرى في معرفة التوجه الذي سيسلكه الناخبون في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في امريكا سيد معلوف اهلا بك معنا يقولون انه نادرا ما تكون المناظرات حاسمة ولكن هذه المناظرة ربما قد قضت على الكثير من حضوظ بايدن هل ترى ان المسألة كذلك بعد التحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام نعم هذه المحاضرة كانت هامة جدا لدرجة انها وصفت بالتاريخية من جهة لانها اسوأ مناظرة تحصل بين مرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة من جهة ثانية لان الرئيس بايدن كان يهتمنى ويتوقع كما حملته الانتخابية من هذه المناظرة ان تزيل الشكوك بالنسبة الى المشاكل التي يعاني منها بسبب كبر سن ولكن هذه المناظرة اضافت الى شكوك الناس بقدراته العقلية ومشاكل الصحية بصورة عامة بالنسبة الى التحرك والمشي والتفكير والنسيان وغير ذلك من الامور لا يبدو انها ستغير الكثير من رأي الناخبين الذين هم مصممون ان يصوتوا اما لبايدن او لترامب ولكنها ستؤثر كثيرا على المترددين الذين لم يتخذوا بعد قرارهم وهم غير قليلين وهناك اعداد كبيرة من الذين لا يثقون لا بهذا ولا بذاك ولهذا اعتقد انا ان هذه المناظرة كانت هامة جدا لان المترددين ربما سيقررون عدم الذهاب الى صندوق الاقتراع في الخامس من نوفمبر القادم انا اتوقع ايضا ان تكون هذه الانتخابات نسبة المقترعين فيها اقل من الانتخابات السابقة وسوف نرى كيف ستتطور الامور علما ان الرئيس بايدن حاليا يحاول ان يبدد من مخاطر ومن نتائج المناظرة وهو اعترف امام جماهيره اليوم في كور كارولاينا الشمالية انه لم يعد كما كان في الماضي يستطيع ان يناظر بقوة ويتحرك بقوة ولكنه يقول الحقيقة نعم هذا هو الوقت الآن شكرا لك الاستاذ يعقوب سقور الحزب الديمقراطي يقولون انهم كانوا قد تلقوا اثناء المناظرة الكثير من الاتصالات غير الراضية تماما على اداء بايدن حتى انهم يصفون الاداء بالكارثي هناك من يتحدث اليوم عن استبدال محتمل لهذا المرشح هل هذا وارد؟ اهلا وسهلا اهلا بالاستاذ ايضا مسعود اود ان اؤكد فعلا كما اشار الى ان المشكلة المتعلق بالعمر كان حاضرا جدا بالنسبة لبايدن وكذلك الذاكرة والقدرات الذهنية بالتالي نعم طرح هذا من قبل بعض الصقور في الحزب الديمقراطي لكن كانت هناك عرس وكان بعض المسؤولين ايضا الديمقراطيون يشيرون الى ان ازمة الوقت تطاردهم ولا يمكن ابدا ان يقوموا بتقديم مرشح الجديد حتى الصحافة الامريكية ايضا صارت على نفس المنهاج ولكن هل ترى ان هذا خطاب مقنع هناك الكثير من المرشحين الذين يمكن ان يتقدموا نائبة رئيس مثلا واربعة مرشحين اخرين لهم باع في السياسة ولهم شعبية كذلك حتى وان اعطوا تزكيتهم وهذا سيكون محرجا لهم للسيد بايدن الاشكال هو عامل الوقت وطريقة الترتيب لانه اعتقد ان هناك مؤتمر سيكون في اغسطس للحزب الديمقراطي لكن مع ذلك فان ترتيب البيت الداخلي يشير الى انهم سيتمسكون ببايدن بالدرجة الاولى وهذا ما تشير اليه اغلبية الاصوات داخل الحزب الديمقراطي اود ان نشير ايضا الى نقطة اشارها استاذ مسعود وهي بان معظم المترددين عن التصويت سيسيرون الى المرشح الثالث وهو كيندي الذي سيستفيد من الساخطين جدا على اداء ترامب والذي اتسم بالاكاذيب وكذلك باداء بايدن الذي اتسم ايضا بالضعف وعدم الحضور وبالتالي هي مناظرة يمكن ان نقول بانها لم تحسم ابدا مسار الذين سيعكفون عن التصويت والمترددين الى حد الان طيب استاذ معلوف بالمقابل قد يكون السيد بايدن لم يكن في احلى او ابهى اوقاته كان شريد الظهر كان ينسى حتى ما كان يقول في بعض الاحيان كان ظاهر انه متعب لكن بالمقابل هل كان ترامب باداء مقنعة هل هو مقنع لجمهوريين في هذه المرحلة من هذا السباق يعني حملة الرئيس بايدن تسير الان انباء بانه كان مصابا برشح ما يعني لم يصدق كثيرون ذلك في الوقت الذي كان فيه الرئيس بايدن باداء سيء جدا لدرجة ان جماعته يقولون عنه انه كان اداء كارثية اداء الرئيس ترامب كان يتميز بالكذب والمبالغات والتطرفات غير اللائقة يعني احدهما سيء باتجاه ما والاخر سيء بطريقة اخرى وكلاهما يعني لم يكن احد منهما على مستوى ما يسمى برئاسة الولايات المتحدة يعني هناك مشكلة كبرى الان داخل الحزب الديمقراطي هناك مشكلة كبرى ايضا للولايات المتحدة اذ ان احد المرشحين كما رأينا عنده مشكلة ذلات لسان مشكلة صعوبات في الذاكرة مشكلة قضائية كذلك اينما الاخر عنده مشاكل قضائية عديدة هو مدان ب34 تهمة وهناك حالات قضائية محاكمات ستجري فيما بعد بقضايا اخرى والقضايا التي هو مدان بها سيتم الحكم عليه في الحادي عشر من شهر جوليو جويه القادم بعد اسبوعين من الان او اقل من ذلك وربما هناك قضية سجن اي ان الولايات المتحدة الان بين مرشحين احدهما سيستلم الرئاسة واحد منهما يعني على ابواب صعوبات في العقل وفي التفكير وفي التحرك من جهة واخر صعوبات ربما يكون على ابواب السجن هذا امر مؤسف جدا جدا للولايات المتحدة طيب امام كل هذا من استاذ يعقوب امام تطورات شهور الاخيرة كذلك داخل امريكا وخارجها كالحرب الاوكرانية كما يحدث في الشرق الاوسط مشاكلها العويسة والصعبة والمتعددة كذلك مع الصين ما الذي يحدث داخل هذين الحزبين لا يبدو ان اي من المرشحين كان مقنعا تماما لتولي السلطة في هذا السياق العسير جدا من تاريخ الولايات المتحدة الامريكية لا مقنع جدا ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد والهجرة هذه النقطة ربحها كثيرا عندما تحدث عن تدفق المهاجرين على الولايات المتحدة الامريكية وتحدث عن ضعف الادارة الامريكية في مواجهة هذا المشكل وكذلك عن التضخم والاوضاع الاقتصادية الصعبة هل سمعت الأستاذ يعقوم ما كان يقول عن المهاجرين نعم كان يصفهم بأنهم إرهابيين معظمهم وبأنهم متطرفين وهذا الخطاب يناغي جزء كبير جدا لدى المواطنين الامريكيين الذين يرون أن الصعوبات الاقتصاد تتعلق أساسا بعدم ضبط الهجرة وعدم أيضا الدولة كلها قامت على ظاهرة الهجرة لكن ليس بهذه الطريقة من التدفق العشوائي أصبح الأمر سهل جدا وأصبح المرور عبر الهجرة غير الشرعية في عهد بايدن يسير جدا للكثيرين وهذا أمر يقلق الدوائر الامريكية حتى نيور كانت قد أشارت من قبل إلى أنها عاجزة عن استقبال مئات المهاجرين الذين يتدفقون إليها أنت ترشح إذن أن يحتفظ الحزب الجمهوري بترامب كمرشح رئيس ورسمي لهذه الانتخابات؟ بكل تأكيد ترامب سيتم اختياره في المقرار القادم من الحزب في اجتماعه في الشهر القادم وسيكون المرشح الأبرز وهو ذا حقوق كبيرة جدا داخل الحزب الجمهوري والمناظرة البارحة أكدت على أن كبار الناخبين في الحزب الجمهوري يقدمون الولاء للرجل والذي يحمل الملفات الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والهجرة كأوراق رابحة له للوصول إلى عهدة ذانية في البيت البيضاوي طيب بالنسبة إليك الأستاذ معلوف نعرف أنه كانت لدينا صعوبة كبيرة في مواصلة وتتبع ما كان يقول بايدن في بعض الأحنان كان لا يتذكر حتى الجملة التي ذكرها من قبل ما موقف الإدارة الحالية من الملفات الحارقة التي تكاد تنفلت من بين أناميلها نعم أنا أوافق تماما مع ما تفضل به الأستاذ يعقوب من حيث أن الحزب الجمهوري حاليا مصمم وقد قرر نهائيا أن ترامب سيكون مرشحه ولكن أود أن أجيب عن سؤالك بالنسبة بصورة خاصة إلى الهجرة الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة ليس عندها قانون ينظم الهجرة ولكن منذ أشهر قليلة اتفق الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس على تبني مشروع قرار كان من شأنه أن يعالج هذه المشكلة إلى حد بعيد ولكن جاء الرئيس ترامب وأمر أكرر كلمة أمر الحزب الجمهوري بأن ينسحب من هذه الاتفاقية لأنه كان يود أن يستعملها في الانتخابات لكي يهدد الرئيس ترامب وعفوا الرئيس بايدن ويهدته ويتهمه بأنه هو لا يستطيع أن يعالج مشكلة الهجرة وهذا ما فعله فعلا أمس في المناظرة وهذا هو الموضوع كما نراه حاليا أستاذ يعقوب أريد أن نختم بالموضوع الذي يهمنا جميعا وهو موضوع غزة موقف المرشحين كان مقلقا نوعا ما هل يمكن أن نستشف منه الرأي الحالي لإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذه الحرب فيما يتعلق بهدنة بمسار التسوية بالدولة الفلسطينية برمتها أنا متشائم جدا وأعتقد أن خارطة الطريق التي طالما صدع بايدن رؤوسنا بالحديث عنها قد فشلت لنا ندخل الشهر الثاني وهي لم تحقق أي نتائج ما بعد رمضان وما بعد العيد وأعتقد أنه أيضا في المناظرة كان الدعم الواضع جدا من الترامب لإسرائيل ووصف بايدن بأنه يتحدث وكأنه فلسطيني ما أدى إلى بايدن بالحديث بأنه يوفر كل الأسرحة والدعم لإسرائيل ويبدو أن الناخب العربي لن يسير مع الرجلين وسيصوت فعلا بالورقة الحيادية لأننا أمام رجلين يستجديان إسرائيل ودعم اللوب الإسرائيلي المسيطر على دهاليز الإدارة السياسية الأمريكية ما يهمني أسمع رأيك فيما يتعلق بالحز الديمقراطي هل سيحتفظ ببايدن أم يرى أنه إذا استمر هكذا في التنافس فهو يقضي تماما على حضوضه في البقاء في السلطة أمير جدا إلى ما أشار إليه أستاذ مسعود أنه هناك مغاضبون لكن أعتقد بأن بايدن سيبقى المرشح إلى السباق الانتخابي وربما يتم استبداله بعد أن يصل إلى البيت البيضاوي مرة أخرى بسبب عامل السن إذا إذن الرهان سيكون على اختيار نائب رئيس جيد ربما تبقى هاريس إلى حد الآن يبدو بأنها ما زالت مع بايدن على نفس المنهج وتوفر له الدعم الكبير خصوصا بعد المناظرة البارحة أكدت من أنها تقف خلفه وتؤكد من أنه يجب أن يبقى المرشح الأوفر للحزب الأزرق تعتقد أن المجتمع الأمريكي مستعد لأن تتولى أموره لأول مرة في التاريخ سيدة هذه المرة؟ أعتقد أن الأمر بات واقعيا جدا خصوصا بعد ترشحات عديدة أبرزها هيلاري كلينتون وعديد أيضا من السياسيات الأمريكيات البارزات مثل بيلوسي وغيرهم بالتالي يعتقد أن الشعب الأمريكي أصبح الأمر متاح لديه ولكن بترتيبات قانونية قادمة شكرا نشازين لك الأستاذ داي عقوب على كل ما تفضلت به شكرا لضيفنا كذلك الأستاذ مسعود معلوف على كل الإضاءات التي تفضل بها شكرا لكم مشاهدين على المتابعة المزيد من الأخبار والبرامج دائمنا على قناتنا ميديا نتيفين نرجو أن تتفضلوا الباقي اشتركوا في القناة